اشتركوا في القناة ليس المقاطع وليس التبادل يعني نحن أسمى منها سألوا بعض ليس المقاطع من أجل المقاطع سيد قيسة عيد ربما تتبنى فكرة اطرح مشروع على شعب التونسي وشعب التونسي هو الذي يختار يعني ليست قضية تنفس دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ بآليات جديدة بفكر جديد بالنسبة إلى أفريقيا سمحني على أفريقيا بأكش تسحيبوها ثاني أفريقيا معناك ما فيهش دولة ولا ما فيهش دول ديهم أولاوا في الدول هنذكر أنه عندك المجال وعودك الانتخابية لا لا وش العود الانتخابية القضية رأيه مش وعود مش وعود معناك قضية متاع وعود باش يقولوا باش نعمل و باش ما نعملش إلى آخره هذا من التونسيين سائموا الوعود أن نحن نتعامل مع العقول وليس مع الوعود الانتخابية مع وعود كفور الإخشيدي للمتنبي يعني هذه الوعود انتهت يعني الشعب التونسي اليوم في حاجة إلى ثكر جديد إلى آليات جديدة أنا أذكر ماذا فعلوا الشباب التونسيين في عديد المناطق في القصرين في مكتر في ماجر بالعباس يعني هم الذين يديرون الحوارات لديهم برامج يعني هم الذين لديهم برامج يتصورون البرامج حلول لخلق الثروات داخل مناطقهم أذكر في أم لعرأس قاعد يتحسب في وقتك سيقاية قاعد يتحسب في وقتك يتحسب خلي تحسب الوقت يصنعوا في التاريخ دقائق تحسب في الوقت ليس الدقائق هم يصنعوا في تاريخ جديد لتونس يعني القضية باش يقولوا نوع دك يوم ما مو يستنعوا في الوعود الوعود هذه ما عاشي حبوها تتواز قالك أنا نحب نكون فاعل أنا نحب نكون مواطن راني مانيش ورقة اقتراع يوم الاقتراع راني أنا نحب نكون مواطن فاعل في الاختيارات هو اش قال اش كون لقادة الثورة والانفجار الثوري غير المسبوق انفشار معنا سعود شاهق في السماء لم تشده الدول الأخرى قالك نحن نحب شغل حرية كرامة وطنية كنتمشي للولاد في القسرين نذكر في ادخلت للقسرين أحد الشباب وأحييه بالمناسبة كيف هو الذي ترأس الجلسة وأدار الحوار شخصوا المشاكل في قسرين وفي أملك صاب وفي العديد من المناطق واقترحوا الحلول لماذا أتيهم بالحلول أنا قل كيف تمكن هؤلاء المهمشين من أن يكونوا فاعدين في اتخاذ القرارات بطريقة الاقتراع على الأفراد والمناصفة قلت في طريقة التزكيات مناصفة بين الذكور والإناث بين الناخبين والناخبات لوضع يعني أنت خبتك سي شاكر بعد مدة الوعود التي تفقنا عليها لم تفي بها أو لم تبذل الجمود الكافية ولكن سمحني أنت اللي قاعد تحكي فيه معقول ولكن لو فرضنا اليوم يجي واحد في القسرين في الحومة هذه يحب يعمل فلاح الأخر يحب يعمل مصنع الثالث يحب يعمل باتيسري كيفيش إحنا بشنا نسلكوها فيناتهم فهمش ما نتعلم يعني أنت كان ما فهماش دواجهات صحيحة واحد يفهم شنو عندهم مشاكلهم وبعد يجيب لهم حلول والدولة يجب لهم حلول هو عليش هو جاي نابع منهم ايه كي نابع منهم كي نابع من حومة والحومة الأخرى مش متفاهمة والحومة الثالثة مش متفاهمة كيفيش نعمل كيفيش نعملوا عملين لحظة أما من بعد في التطبيق ما أنا منيش فيهم أنت لا تستطيعوا معي صبرا صبرا قليلا صبرا قليلا هذا اللي يقول الوعود هو كيفيش يسلم أنا بشيعمل مشروع التنمية المحلية فناخذ مثل ماجل بالعباس ولا فوسان بشياخذوا بالاقتراع على الأفراد هو بشيعمل مشروع التنمية هذا بشيقلي بشيعمل مشروع التنمية في ماجل بالعباس ولا في أملك أنت اللي جن شعبي يعملوا مشروع لا لا بالانتخاب بالانتخاب على الأفراد والوكالة هذه موجودة سينابيل الموجودة الوكالة اللوريكول أنت تعرف الولايات المتحدة لا نعرف لكن نعرف التاريخة ونعرف كيفيش اللوريكول سحب الوكالة أنتخبتك سينابيل في ماجل بالعباس نسحب منك الوكالة لأنك لم تبدل هو الشيعمل المشروع بحضور المشرفين على الإدارات المحلية بعد أن نمشي المستوى الجهوي نمشي شاكر عن ماجل بالعباس مثلا بشي مثل فوسان بشي مثل ماجل بالعباس في القسين وقت بشي نألف بين مختلف المشاريع اللي تم وضحها في فوسان ولا في ماجل في العباس ولا في أملكسا نقول له أنا المشاريع التنموية للتأليف بينها لحظة فقط للتأليف بينها معنا شعما لنا فضل مرحبا السلوح التفاعل طيب أنا المشروع هو عنده المشروع كان نعر وقت فيه قالي هاو عندي المشروع هو بش يتم الاختيار بناء على المشروع متاعه ما هيش لجان شعبي لأنه بالانتخاب والانتخاب انتخبتك نحيلك الوكالة في الأثناء بالله لحظة فقط كي هو بش ننتخبه عن ماجل بالعباس هذا بش يمثلني في السلطة التشريعية المركزية مش غضوة واضح يكون هو المهم بالنسبة لقواعد التفاعل لو سمحته بالنسبة لقواعد التفاعل في سورة أحد المتناظرين يتفاعل مع المتناثفين تطيعه نزيدوه دقيقة في الوقت فقط هذية للتوضيح لسداء المشاهدين فضل ما أنت يزم هذية تبديل النظام السياسي على خطر اليوم عنا النظام سياسي لا لعنا نظام دستوري إنه لابد من احترام القانون لا شيء غير القانون وغير الدستور ولكن المجلس النيابي وقتين تتجم تقترح عليه كرئيس جمهورية سيشاكر تقترح عليه أنت بشي إلا غدوة تقدم مشروع لتعديل الدستور يقبل ولا ما يقبلش هو بشتولى السلطة التأسيسية بشتتحول إلى سلطة تأسيسية فرعية ما يقبلش وكي ما يقبلش لا ما يقبلش تحمل المسؤولية السياسية متاعه الجزاء هو جزاء قانوني ما يقبلش أنت مش تواصل ولكن مش سيقايس أنت عندك أفكار مش تقدمها للبرلمان كل برلمان يقول لا قل الله غالب لا لا ما قل الشر لا غالب الوقت في سمحوني عايش سيد قيس سعيد سبيل دبيل قروسان نحوني الله غالب هو في كل حالة الله غالب أما ما يكونش الله غالب على الشعب التونس سيقايس ما ننته يا سي نبيل الله غالب عليه الشعب التونس نحنا ربنا نبيع عايش شكرا